السلام عليكم امرأة ارملة في احد احياء مدينة تعز تتلقى اتصالا من احد جيرانها يفيد بان حملة امنية تريد تفتيش منزلها في الليل خارج اوقات الدوام الرسمي لم يعرض عليها امرا ولا اذنا من النيابة فاتشوا منزلها واخذوها للتحقيق وهي لا تعلم انهم في الطريق لتفتيش منزلها قد اطلقوا النار على ولدها وبينما هي تتساءل عن سبب احتجازها كان ولدها في المستشفى وحيدا ينازع الموت قصة المواطنة امل الشيباني في الفيلم التالي نتابع ومن ثم نعود اللي حصل لي والله ابنيني جالس هنا وعمتي ابني جالس هنا وحصل اتصال من تحت البيت حقي من الحوش من الاسماء وحصل الى اتصال وانا هنا اتصلي فهد اكا بين الساعة تسال الاروب يعني اللحظات الهجوم هي تسعة بس اللحظات ذيل تسال الاروب اكا اتصلي من هنا يقول لي اذا انا تحت البيت احنا عليك اسمه مدارة الامر تفتيش بيتي ما يقتحمش بالليل ولو في اي حاجة في عاقل حارة عن طريقة عاقل حارة وفي طلاب وفي امر وفي عقل حارة ولو في علو امر في عن طريقة عاقل حارة هنا لو في علو اي استدعاء او اي هذا في عن طريق عاقل حارة مش طوالي كذا لداخل تلبيت قمتوا تخوص مل بل كونه يجي تفرق عساكر مليانة تمام نزلتوا لبسطوا البالطة ونزلت طبيعتي لا تحت قلتوا لهم ايش فيه وتنزلوا كيف قالوا لي امشينا البيوت كلين باقية هربوا علينا اثنين مسيكنا اثنين وهربنا وقدر الدنيا معصودة قلتوا لهم احنا ما سمعناش الدنيا دي معصودة خلي ما سميتش والطار رصاص ولا حق قلتوا لهم اسمعتوا حقا امام دخلوا لهنا على حسب قلتوا لهم ندولي اوامر ندولي اوامر انو معكم قالوا انتم بيجيز اي بيت يعني انو اسمو طيب اندولي لقناني نسائية اني عندي عادي تشخلوا فرتشو اعملوا تشو اني الحالي مميش حاجة افتقع عليها بس المستققرة تحقي مع هالنسوان هذيك زوجة مش موجود وهذا الرجال تعبان في بول قل طمعون اسموان ملأنت البيت كيف تدخلوا لقناني نسائية قال هذا مش غليك تمام قال عاقل حارة انتو تخافش نحنا مواقيد واحد عاقل حارة تحت معرفوش ايش اسمو قال انا عاقل حارة عندكم تحت ويعزدين نعرفو وفاهد واحد انتبع حق الشيخ ماريش تمام؟ على حسب انو بيدخلوا ذوما الاثنينة مع فاهد قلتوهم مع العين وراس يدخلوا دخلوا دخلوا لا اسموعد هم بلحوش اشوف العساكر الذرة لاني طلع الدرجة وهم يدروا لطلعوا على الساق هنا و هنا يتوزعوا ابنتاني يا ابني دخلوا فارتشون هنا وهنا و هنا قالوا لي دي الشنطة حق مين الجوبة قلتوا لم حق مين يعني بيكون هاي الي الي قلتو له يلبسوا هنا فارتشون ودخلوا هنا دخلوا مطبخ دخلوا بكل مكان بعدا لقى اللقنان النسائية قالوا بيكسروا الوقت الغرفة قلتو له انتو كسرت حملوا مسؤولية وصلحتوني اذا حق بنتي بعدها بطلعوا لي هم فقدتو ما الان حق ذرة طلعوا لي هم ذانية تمام دخلوا لقى اللقنان الحرمة هم كسروا الباب والحرمة قلتوا نزلوا الشنطة تفرتش الحاجة هذه لما شفتوها تفرتش أمنتوها علىنا تسقطوا أسألك بالله اما أنا فقروحي انو رجالي عملوا لي خمبيقات زي من اللي اسمعوها جمال الشاميرو غيره 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 من التوامليني اسمعين على الناس تمام تقعت على نفسي دي كساء شو ما شفتوها يفرتشو الشنطة قسرتو يعني أحروزهم ايش عملوا لي من خمبيقات ولا حاجة اما بعدا لشلوا نفسهم نزلوه بطهو هنا اسكرنا واني قسرتو من هنا جاءت الحرمة قلت لي الله تعالي معانا ليش اشفيق على ما تفتقيش انت بحماية ما تفتقيش نزلتو لا فقط طاقمي تمام السيارة معكدة ذي الأقل اسمه نزلوني بس تقدم نوهي اني هو ذي الاسمه اجا واحد يسألني تعرفي واحدة اسمها سعاد قلتوا من ذي سعاد ما الله ما عارف شو حدا سعاد يعني من البيت وحلفون يمين قلتوا والله لا عارفوا حدا اسمي سعاد لا من اسرتي ولا من صحباتي ولا حتى من القيران ما عارف شو حدا اسمي سعاد اش كده سكتوا سكتة اش حكاية تقتل بعدها بتعرفي طلعوني لهنك كنتوا قولهم على من رميتهم من التهم على بني ولا شي بني في بو حاجة ولا ندليك كلمة تقومات تقطع الله خارج بالباص يعني واحمد حاول انه يعني يهرب منهم هم رمون نو ساني رصاص لا صيح ولا يعني وقاف ولا شي رمون نو ساني رصاص ولا معا سلاح ولا اي شي ولا انهم يعني بعد ما بعد ما قتلوا النو قالوا بتهمة انه عادل عزي كم معو وداخلوا اقتحموا البيت وخرضوا امي اخر تلل سبعت القبر قلتلك هناك يقولوا لي بريقولو يقولوا لي بيهداتو بس هذا اللي اني سمعتو بس لما روحتو له هنا يقول لي ابو بايك اتصلوا له اقول لي ابو بايك قلب بوهره عشان لبسي الساعة انتان ونوص اتصل للسواق يجيشوا لني سرعتو لعندول المشتشفى اجيوهم يتلبقوا حق العلاق ولي قسرتو له الصباح من الساعة انتان ونوص وصلتو سبعين اثلاق العلاق يعني قدلوا ابوه هناك وقالوا الطاقم لما قدلوا برضيش يوقعوا حق العملية وقابوا انه قدوا ميت لانه الاظمعي بدونهم قسم قسم النساصينة اللي هو البريد حق النسارية رقموا ابوهم له هناك ودونهم هناك ودونهم هناك ودارة الام حقق معنا العامة انتم تخذونوا مع عادل تكتمعون مع عادل تبسوا مع عادل قالهم لعادل لا نعرفه ولا نصرفه ولا نختلط معه دريت الساعة 11 انو بن عمي تصواب طلعت قيت له هنا عنده امو قلت استغربت ليش امو ما اتصلاش انا مع انو امو لو في اي حقا الام تتصل عندي تقول لي بن عمك تعال شو بن عمك تعال هذا قيت له هنا طوالي لما قالوا العيال كلمون الساعة 11 قلت لي بن عمك صواب طلعت المشتشفى في طاقم هناك العيال قالوا لي هداء كما اي واحد بيشلونه اي واحد اللي يسال على احمد القبري بيشلونه قلت له ليش بيشلونه ارهابي اوقاته قالوا حكت المتبرع اللي كانوا بيتبرعوا لما دروب الخبر هذا ما عرضوش يحضروا ليش قالوا مع انو قمال الشميري اقال هنا قل لهم الزيارة على هذا ممنوع وفي واحد من العساكر يقول لهم عادلكم تشلوا دم لما طلبوا دم يتبرعوا كانوا يشي دخلوا يطفونه لداخل انو اللي يدري انو اللي وحد هعرف انو اللي قاتل يعورونو برجلو يكبرونو يشلونو ايش قتلونو على اسم خطوتين نبيل الكدهي مع الفندم سامي ناشر حق البحث يتصلوا لي كل يوم يقولوا والله ما ليه اي علاقة ولا ليه اي دخل طيف اللي نزلوا منهم يعنى moinsني طالب نطالب الشرطة العسكرية أو نطالب مدير العام留 ولا نطالب قسم البريد وليه من دعات في sourya من داخل البريد لداخل الدحييد يتنفذ ومن نطالب الآن بداحرة الدحي يقولوا أطقم الحق البريد من نطالب 89 نطالب قسم البريد وإلا نطالب قسم Edu وإلا قسم البريد وإلا العساكر اللي قاود تحقمونه داخل تالبيت بدون ما فيه لا رجال داخل تالبيت بدون ما فيه أي حاجة وعدا لما قاموا هندا دقوا توم هندا دقوا هندا دقوا لحنا وعملوا لحنا كده وعطفوا لحنا وابنك أحمد وقلهم صلوا على النبي صلوا على النبي أشفي قالوا تم مطلوبين أشفي أشفي قال أحمد ما رضيشي روح معهم قال إحنا قسنا يابسين لأن الأوالي فقرؤوس هنا يعني أصبحت عندنا هنا لغة البلطقة لغة السلاح لغة السلاح أصبح عندنا نحن الدم زي الماء نشترون من البقالات يعني من نخاطب بنعمي ذا حين ضحية ضحية من؟ من نطالب سرطة عسكرية ولا إجارة العام ولا قسم البريد الآن يقولون لنحن قسم البريد يقولون لنحن مدير الأمن والشرطة العسكرية يقولون لنحن الغرماء نحن ما نشيش منهم أي حاجة يندون لنحن بنول قتل بنعمي هذا اللي مشتوم أطالبني التحقيق وطالب القتل وأشتعرف أني حق صيناء اجدخلهم ودارة الأمن أشتعرف من اللي بلغ علي وعلى ابني تمام وأشتشوفني عرف أنه البلغ يتحروا اسبوع اسبوعا شهر تمام وش يدخلوا يقاتلوا ولا يهجموا ابني راحلان يعني ما شقدور شربوا يقول لبني صح؟ ما شربوا يقول لبني اندول غرماء اعتدال البيت ممكن تلازل به اندول بني اندول حق ابني اندول من القتل ابني كانوا غرماء كانوا من الدولة كانوا من الدولة الدولة هي بفتحة من هنا توفي ابن هذه المرأة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل جنود اختفوا وأصبحت تلاحقهم كما لو أنهم من صنع خيالها المسؤولون الأمنيون ينفون صلتهم بالحملة التي فتشت منزلها وأطلقت النار على ولدها وأقسام الشرطة وإدارات الأمن تنفي صلتها وكأن هذه الحملة خرجت من العدم وعادت إليه من الذي يملك حق توجيه الأوامر بخروج الحملات الأمنية وتفتيش المنازل واحتجاز المشتبهين وإطلاق النار على المطلوبين أمنيا ومن الذي يملك القدرة على تحريك الأطقم وإرسال عقال الحارات وإلحاق شرطة النسائية للتفتيش من هو غريم هذه المرأة الذي يتحمل مسؤولية توجيه الأوامر للتفتيش بدون إذن نيابة وخارج أوقات الدوام الرسمي نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيفنا من تعيز المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري مرحبا بك معنا سيد عمر مرحبا أختي الكريمة ومرحبا بمشاهدي قناة بالقيص الكرام تابعنا قصة أم الشاب أحمد الجبري في مدينة تعيز وهي تحكي كيف أن هناك حملة أمنية داهمت منزلها وأطلقت النار على ولدها الذي توفي بعدها هناك سؤال أساسي من هي الجهة المخولة قانونيا بتنفيذ الحملات الأمنية وتفتيش المنازل بسم الله الرحمن الرحيم نحن نترحم على هذا الضحية وإلى العديد من الضحايا الذين آخوا زهقت أرواحهم نتيجة مخالفة للقانون وانتهاكات ربما تسمى بوصف أنها قرائم سلطة هذه المخالفات أصبحت الآن كثيرة ومتعددة وبالتالي أصبحت ظاهرة ونشكر تصريطكم الضوء على هذه القضايا الجوهرية التي تمس حقوق الناس وحرياتهم وأمنهم بالنسبة لمن يحق له القيام بالتفتيش وما هي الجهة المخولة قانونا في الأساس الجهة المخولة قانونا بالتفتيش وهم رجال الضبط القضاء أولا وهم الشرطة ومن تستعين بهم النيابة العامة ولكن إذا وقهت الأوامر أوامر النيابة العامة إلى الجهة الأساسية وهي الشرطة فهي المخولة قانونا وهي الجهة الأساسية والأولى للقيام بهذه الإقراءات إلا إذا كانت هناك أوامر أخرى من النيابة العامة إلى جهة أخرى نتيجة سباب معين أو عدم تمكن الشرطة مثلا من القيام ببعض الواجبات وتطلب الأمر تدخل قوات أخرى مثلا الاستعانة بالشرطة العسكرية مثلا الاستعانة بالنقدة استعانة بقوات خاصة أو ما شابه ولكن هذا لا يكون إلا بتوقيهات وأوامر من النيابة العامة وإلا فإن الأساس الشرطة وهي الأمن هي القهة الأساسية والمخولة والحصرية التي تقوم بهذه الواجبات واجبات القابض والتفتيش بموجب أوامر من النيابة العامة أو في حالة التلبس وفقا للقانون والدستور نعم استمعنا لوالدة هذا الذي قتل أحمد الجبري قالت بأنها طلبت من هذه الحملة إذن نيابة وما إليه لكن لم ترى شيء هل يجوز تنفيذ حملات أمنية بدون إذن من النيابة؟ القانون والدستور اليمني حارص كثيرا على حماية حقوق الناس وحرياتهم واحترام مساكنهم واحترام خصوصياتهم خاصة إذا كان المنزل فيه نساء لم يسمح القانون اليمني والدستور اليمني بتفتيش المنازل إلا بإذن من النيابة العامة أو إذا كانت هناك حالة تلبس وإذا كانت هناك حالة تلبس ومعروف قانونا بهذا المصطلح أن حالة تلبس أنه يكون هناك شواهد كثيرة على وجود قريمة قائمة ترتكب حالا وليس بمجرد شبهات وتكهنات وبلاغات كاذبة وتصفية حسابات ربما ونزق وتهور وبالتالي فإن حالة التلبس هي حالة محصورة بالقضايا المشهودة التي تكون مرتكبة أثناء تدخل للسلطات الأمنية وهذه حالات خاصة واستثنائية وبالتالي فإن الأساس أنه لا يجوز تدخل باعتقالات أو تفتيش منازل أو الدخول إلى مساكن إلا بأوامر من النيابة العامة يصدرها قاضي مختص بالتحقيق بناء على قضية منظورة أمام النيابة العامة وبناء على شكوى توفرت فيها الدلائل الكافية على وجود والاتكاب قريمة وبالتالي يصدر القاضي أوامر بالقبض والتفتيش والاعتقال بناء على هذه الشواهد والمؤكدات والدلائل وإن كانت حتى أولية ولكن لا يجوز تفتيش المنازل وخاصة التي يوجد فيها نساء بناء على مقرد بلاغ عشوائي أو مقرد تكهن أو اشتباه بسيط لأن هذه انتهاكات لحقوق محمية بالدستور القانون اليمني والدستور اليمني قانون هيئة الشرطة الدستور في المادة الثامنة والأربعين الفقرة ألف يكفل حريات الناس واحترام مساكنهم واحترام حقوقهم وعدم دخولها إلا بإذن الفقرة باء أيضا لا يجوز تفتيش منازل واعتقال الناس إلا بأمر من النيابة العامة أو في حالة التلبس وهي حالات استثنائية وبالتالي فإن الأساس عدم قواز دخول منازل الناس وتفتيشها إلا بأمر من النيابة العامة وما قامت به الحمل الأمنية واللقنة الأمنية اتبار انتهاك عندما خرجت في منتصف الليل وأرادت تفتيش منزل امرأة بدون أوامر من النيابة وهذا انتهاك أساسي قرأ إلى العديد من الانتهاكات الأخرى وهو اعتقالها بالمخالفة للقانون تفتيش منزلها ربما تدمير محتويات كما شاهدنا وبالتالي فإن هذا الانتهاك الواحد بالنسبة للسلطات الضبط يتعقبه العديد من الانتهاكات ربما تصنى بأنها قرائم يجب التحقيق فيها وبالتالي فهي بالمخالفة للقانون والدستور اليمني الذي نص على حماية هذه الحريات في أولى مواده واعتبرها حقوق أساسية لا يجب التفريق فيها ومحاسبة من يقوم بالتعرض لها وانتهاكها قانون هيئة الشرطة في المادة في أحد مواده يؤكد على أن من أولى مهام هيئة الشرطة وهي حماية حرية الناس واحترام مساكنهم واحترام حقوقهم وبالتالي واجب هيئة الشرطة هي احترام هذه الحقوق واحترام هذه الحريات وعدم دخول منازل الناس وتفتيشها إلا بإذن وأمر من قاضي التحقيق وهو عضو النيابة العامة المخول قانونا بالنظر في شكوى قائمة وبالتالي فإنما يحدث انتهاكات أصبحت حالة متكررة هي عبارة عن قريمة سلطة يجب التحقيق فيها وإنهاءها وعمل توعية لأفراد الحاملات الأمنية وتمكين القادة المؤهلين إذا ما تحدثنا سيد عمر عن المطلوبين يعني هناك مطلوبين يرفضون تسليم أنفسهم كيف يجب التعامل معهم وإذا مثلا كانوا عزل هل يجوز إطلاق النار عليهم أولا الاعتقال أيضا هو من حقوق الأساسية التي لا يجوز اعتقال الأشخاص والأفراد إلا بموجب أوامر قضائية من النيابة العامة ولا يكون أمر القبض لاعتقال إلا بعد إقراءات سابقة لهذا الأمر وهي مثلا إصدار أوامر تكليف بالحضور لأول مرة ثم تكليف بالحضور لثاني مرة لسماع الشكوى وسمع قواله فيما نسب إليه من شكوى ومن تهم وإذا رفض المتهم الحضور أو المشكو به الحضور وثبت لدى النيابة العامة ولدى سلطات التحقيق أن هناك دلاء الكافية بأن هناك قريمة ارتكبت وأن هذا الشخص متهم فيها تقوم النيابة العامة بإصدار مذكرة اعتقال وهي أمر قبض أوامر القبض لا تخول لرجال التفتيش رجال الضبط القضائي إطلاق النار مباشرة وقاتل أي شخص يحاول الفرار منهم هذا لا يجوز هناك ضوابط وهناك معايير أمنية وفق قانون هنيئة الشرطة توقب على رجال الضبط أولا أن يكون هناك توازن وموازن لحالة الخطر وأن لا يتم إطلاق النار وإذا كان هناك متهم عليه أوامر قبض قهرية من نيابة العامة يجب أولا محاولة الإمساك به بدون إطلاق النار وإذا حاول المتهم الفرار وكانت هناك أوامر يقوم رجل الأمن بإطلاق النار قوى للتحذير أولا ثم يقوم بملاحقته وإطلاق النار في أماكن غير قاتلة مثلا في أسفل القسد وهذا ما لم يحدث في حالة الأخ أحمد القبري حيث شاهدنا أنه لا يوجد أمر قبض قهري أو أمر من نيابة تم مباشرة محاولة الإمساك به وعندما حاول الفرار وهذا شيء متوقع من شخص صلاي الذي سيليه عليها أي تهمة ولا قريمة عندما يخشى على نفسه أن يكون هناك انتهاك في حقه خاصة وأن أفراد الحملة كما تحدث الأهالي هذا الضحية بأنهم لم يكنوا يلبسون الميري أو الزيار الرسمي للشرطة وبالتالي يتوقع أنهم مسلحون عاديون وأنهم ربما يتعرض الاختطاف حاولوا الإمساك به وعندما حاول الفرار أطلقوا النار عليه في أماكن قاتلة في أعلى القسد وهذه المخالفة صارخة لقانون هيئة شرطة ولذوابط الاعتقال وبالتالي فإن هذه قريمة يجب التحقيق فيها ومخالفة قسيمة بالنسبة لرجال الأمن ورجال الشرطة ويجب على الأمن مباشرة من تلقاء ذاته أن يحرك إقراءات التحقيق في هذا الانتهاك من قبل حتى صدور شكوى من أهالي هذا الضحية لأن هذا الانتهاك يسيء إلى الشرطة ويسيء إلى مهامها استمعنا إلى حديث أم الضحية قالت بأنه عندما تم إسعاف ولدها إلى المستشفى تم منع المتبرعين من تقديم المساعدة له بالتالي من يتحمل مسؤولية علاجه ومن يتحمل مسؤولية أذيته وقتله في المقام الأول عندما يكون هناك ضحية نتيجة عملية قبض أو نتيجة خطأ في عملية الاعتقال يجب على الأمن والسلطة التي قامت بهذه العملية أن تحفظ حق هذا الشخص وأن تحافظ على حياته وأن تحرص على علاجه وأن تتكفل بذلك خاصة إذا ثبت أنها هي المسؤولة بالتفريط والانتهاك والمخالفة للقانون والإقراءة الضبط وخاصة إذا ثبت لديها أنه لا يتوجد هناك أوامر قبض واعتقال وبالتالي كان الآمن على الحمل الأمنية أن تقوم بمعالجة هذه الضحية على حسابها ونفقتها أولاً للحفاظ على حياته ومنعاً لاستكمال الواقع المادية وهي الوفاة التي حدثت بالفعل ونحن نأسف لذلك كان عليها الحفاظ على حياته والحرص على علاجه بأقصى الإمكانيات وأن تتكفلها بذلك كون هذا الضحية ذهب نتيجة إطلاق نار من قبل أسلحة الأمن وبالتالي كان عليها أن تحافظ على حياته وأن تسارع بعلاقه حتى ولو كانت هناك فعلاً أوامر قبض قهرية لأن حياة الناس لا تهدر ولا يجب إهمال أي شخص مثلاً تعرض إطلاق نار حتى لو كانت هناك أوامر قبض قهرية وهذا ما لم يحدث هذا الشخص تعرض إطلاق نار غير قانوني والاعتقال غير قانوني وبالتالي ذهب ضحية عملية خاطئة بالمرة وبالتالي تسمى غريمة وزروا فقاً للقانون ويجب التحقيق فيها نعم سيد عمر من حديث والدة الضحية أحمد الجبري قات بأنها الآن متخبطة لا تعرف من هو غريمها وبالتالي ما الذي يجب عليها فعله لملاحقة الجنى والأخذ بالقصاص لولدها نعم هذه الحالة ندرك أن هناك فعلاً التباس حقيقةً كون الآن الوضع الأمني لم يعد فقط من يقوم بموارسة هذه المهام الشرطة فقط وإنما هناك الآن وحدات أخرى تدخلت تحت مسمى اللقنة الأمنية المشتركة التي تشارك فيها قوات النقدة تشارك فيها قوات أخرى ووحدات أخرى أيضاً الشرطة العسكرية عدة هيئات ووحدات أمنية تشارك وبعضها من القيش تشارك في هذه اللقنة الأمنية ولكن لها قيادة موحدة صحيح أن هذه اللقنة لا يوجد قانون يضبط عملها ولكنها تكون مسؤولة باعتبارهم جميعاً من رجال الضبط القضائي المهمة الأولى هي تكون موجهة للأمن والأمن عليها أن يكون مسؤول عن هذه الأعمال وبالتالي فإنه لا يمكن القول بأن هناك تهرب أو أن هذا الشخص سوف يذهب وينقو بقريمته يجب التحقيق كونهم جميعاً رجال تابعين سلطات الدولة مؤسسة أمنية وعسكرية ويجب التحقيق فيها وهناك إقراءات يمكن اتخاذها بدءاً من تقديم شكوى أمام النيابة العامة والنيابة العامة تباشر بالتحقيق وتوجه سلطات الأمنية سواء كانت هيئة الشرطة أو البحث الجنائي بالتحقيق في هذه القريمة واستدعاء أي فرد من أي وحدة عسكرية للتحقيق في هذه القريمة ويجب التحقيق مع جميع أفراد هذه الحملة وقائدهم يجب محاسبة من قام بتقديم البلاغ يجب محاسبة من قام بتوقيه الأوامر بتفتيش واعتقال منزل المرأة في غير حضور شرطة نسائية يجب محاسبة من قام بأمر ومن قام بتنفيذ إطلاق الرصاص على مدني أعزل لا يحمل السلاح ولا يشكل أي خطر على رجال الشرطة ولا يوجد أمر قبض قهري ولا يوجد أمر قضائي عليه بالاعتقاله وبالتالي هذه جملة من الانتهاكات تشكل حالة تقسد واقع الانتهاكات التي ترتكب باسم الحملات الأمنية وتسيء إلى الدولة وتسيء إلى القانون وتسيء إلى النظام الذي نحاول أن يبنيها الناس ويوضحه من أجله من أجل استعادة الدولة والسيادة القانون نعم انتهى وقت هذه الحلقة شكرا لك المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري كنت معي من تعز شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت حلقتنا نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب المواطنة أمل الشيباني والدة الشاب المغدور أحمد الجبري تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة